موسيقى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توافق على منح العملاء المخصص لهم قطع أراضي سكنية صغيرة مهلة لاستكمال البناء قمة بين الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا في باريس وخطط للإعلان عن استثمارات تبادلية بين شركات من البلدين اجتماع الاثنين المقبل في جنيف بين روسيا والمتحدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية اهلا بكم نشرتنا الاقتصادية المفصلة تأتيكم من النين للأخبار وفيها وفق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على منح العملاء المخصص لهم قطع أراضي سكنية صغيرة مهلة بدون مقابل توازع 20 بناء المئة من المدة الأصفية للتنفيذ وذلك لاستكمال تنفيذ البناء وعشر وزير الإسكان عاصم الجزار إلى أن منح هذه المهلة يأتي في إطار حص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التأسير على المواطنين وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على المستوى المحلي والعالمي شهد وزير البترول طرق الملة جلسة حوارية ألقت خلالها وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفار جرانهولم كلمة كمتحدث رئيسي صلتت خلالها الضوء على مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الإنبعاثات وإنتاج الهايدروجين كأحد الحلول المستدامة لتأمين مصادر الطاقة كما أكدت أن الإسراء بإصدار التصريح لمشروعات الطاقة لا يزال يمثل أولوية قصوى للبيت الأبيض كما أعربت عن دعم الرئيس جو بايدن لمشروع قانون بشأن الإسراء بالموافقات لكل من مشروعات الطاقة النظيفة والبترول والغاز الطبيعي نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء بشأن طرح الحكومة لمنتجات بديلة لبيض المائضة الطبيعي بالأسواق تحت مسمى البيض البدرة من جهته نفت وزارة الزراعة تلك الأنباء مؤكدة أن البيض البدرة المشار إليه متواجد بالأسواق منذ سنوات وهو منتج مصنع له استخدامات في صناعات معينة ومحددة كصناعة المعجنات والحلويات نظرا لطول مدة الصلاحية بينما لا يمكن اعتباره بديلا لكافة استخدامات البايد التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكران في العاصمة باريس رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناكا وتهدف القمة قمة التي يشارك فيها أيضا في الأنزي سبعة وزراء من كل من البلدين إلى إعادة إطلاق التعاون في عدة مجالات حيوية وتبحث خصوصا ملفات الصيد والهجرة ودعم أوكرانيا ويفترض أن يتم إبرام شركة استراتيجية حول الطاقة النووية وأن يتم الإعلان عن استثمارات تبدلية بين شركات من البلدين تبنت المفوضية الأوروبية إطارا جديدا للأزمة المؤقتة وإجراءات حاسمة نحو تعزيز تدابير الدعم في القطاعات التي تعتبر أساسية للانتقال إلى اقتصاد صافي بإمبعاثات صفرية تماشيا مع خطة الصفقة الأوروبية الخضراء وذكرت المفوضية أن الإطار الجديد يتعلق على وجه الخصوص بخطة ومشاريع تسريع نشر الطاقة المتجددة وتغزين الطاقة وخطة إزالة الكربون من عمليات الإنتاج الصناعي طاقة الأمم التحدى وروسيا اجتماعا الاثنين المقبل في جنافة بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي العمل به في 18 من الشهر الجاري فيما أكدت موسكو أن المفاوضات الرامية إلى تمديده معقدة مع قرب انتهاء العمل باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية في 18 من الشهر الجاري تتزايد التحركات الدولية للعمل على تجديده روسيا وهي طرف رئيسي في الاتفاق أكدت أن جنيفة ستصطدي في الاثنين المقبل اجتماعا مع الأمم المتحدة بشأن الاتفاق لأنها أكدت أن المفاوضات الرامية إلى تمديده معقدة للغاية قال وزير الخارجية روسي سيرجي لافروفا أن التواصل لاتفاق لتمديد الاتفاق سيكون صعبا إذا لم يطبق سوى نصف بنود الاتفاق مشددا على أن بنود الاتفاق التي يفترض أن تخدم مصالح روسيا لم تطبق على الإطلاق من جانبها أشارت أناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخروفا إلى أن الجولة المقبلة من هالمشاورات سيشارك فيها وفد يضم ممثلين عن عدد من الوزارات الروسية مع ممثلين عن الأمم المتحدة وأعلنت زخروفا أن الاجتماع سيحضره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتين جرافاثا والأمين العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة وتنبية ريبيكا جرينسبانا بدورها دعت أوكرانيا إلى بذل جهود دولية لإبقاء الممرات المائية التي تستخدم لنقل الحبوب عبر البحر الأسود مفتوحة وقبلها طلب وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين خلال اجتماع لمجموعة العشرين موسكو بتمديد الاتفاقية وتسببت العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا والتي انطلقت في فبراير من العام الماضي بتوقف شحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسودة جراء حصار السفن الحربية لأن أوبريم انتفاق في 22 يوليو الماضي وأوجد ممرا أمنا لصادرات الحبوب الحيوية وتقول الأمم المتحدة أن أوكرانيا صدرت حتى الآن بشكل أساسي أكثر من 23 مليون طن من الذرة والقمحة بموجب الاتفاق لأن موسكو تؤكد أن المستفيد من تلك الصادرات حتى الآن هي الدول الأوروبية استوردت أوكرانيا 64 ألف ومائة طن من الغاز المسال في شهر فبراير من العام الجاري وهو ما يقل بنسبة 19% عن يناير من العام نفسه وأقل بنسبة 36% عن ديسمبر 2022 وانخفض حجم واردات الغاز المسال إلى أوكرانيا للشهر الثالث على التوالي على خلفية الفائض بسبب انخفاض أسعار الغاز المسال الروسي الذي يتم شحنه إلى أوكرانيا من المحطات البولندية ودول البلطيقة أعلنت وزارة المالية الأوكرانية أن الولايات المتحدة قدمت لكييف أكثر من 14 مليار دولار من المساعدات المالية لدعم ميزانياتها منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أراضيها وذكرت الوزارة أن صرف تلك الأموال خضع لتطقيق من قبل الحكومة الأوكرانية والمؤسسات التي تقدم المساعدة كما أشرت وزارة المالية إلى أنه يتم مراقبة استخدام التمويل الأمريكي من قبل البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتدمية الدولية قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايمان إن بلادها تعمل مع الهند في إطار العمل الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي وأشرت إلى أن الهند واثنين عشر دولة في المنطقة تقوم بوضع سياسات لتأمين سلاسل الإمداد وتوفير بيئة أفضل للعمل في هذا المجال وأكدت وزير التجارة الأمريكية قوة علاقات بلادها الاقتصادية مع الهند معربة عن رغبة الولايات المتحدة في مشاركة هندية أكبر في سلاسل الإمداد الإلكترونية ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وقالت وزارة العمل أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 21 ألفا إلى 211 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للإسبوع المنتهي في الرابع من مارس الجاري استقرت الليرة تركية بعد تراجعها 24% إلى مستوى قياسي متدني عند 19.80 مقبل دولار مساء واستقرت الليرة عند 18.19% مقبل دولار وهو نفس مستوى الإغلاق بالأمس واستقرت الليرة إلى حد كبير منذ أغسطس بفضل تدخل السلطات بكثافة في سوق النقد الأجنبي قالت مصادر أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أبلغت أربعة على الأقل من عملائها في شمال آسيا بأنهم سيحصلون على كامل الأحجام المتعاقد عليها من النفط الخام في إبريل ورفعت السعودية أكبر مصادر للنفط في العالم أسعار خامها العربي الخفيف إلى آسيا للشهر الثاني في إبريل لسان بدعم من توقعات بقوة الطلب في المنطقة استقرت سعر النفط خلال التعاملات اليوم الظل المتعاملون في حالة حزار ترقبا لرفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي وصعدت العقود الأجلة لخام القياس الأوروبي مازيك برينت بنحو طافيف وسجلت 81 و72 من المئة دولار للبرميل كما زادت العقود الأجلة للخام الأمريكي فاصل ثلاثة من المئة بالمئة إلى خمسة وسبعين دولارا وأربعة وسبعين من المئة للبرميل مونيا نيكي المؤشر الياباني بأكبر خسارة فيما يقرب من ثلاثة أشهر منهيا سلسلة من المكاسب دهمت خمس جاليسات تحت وطأت هبوط أسهم المؤسسات المالية بعد قرار من البنك المركزي لمواصلة إجراءات التحفيز مما أضر بتوقعات أرباح البنوك وأغلق نيكي على تراجع نسبته 61% وهبط مؤشر طابكس الأوسع نطاقا 91% تراجعت أسهم المصارف الألمانية في بورسة فرانكفورت بمعدل وصل إلى حوالي 10% بالنسبة لدويتشا بانك وسط مخاوف من أن تنعكس صعوبات يواجهها مصرف أمريكي على كامل القطاع وخسر سهم مصرف دويتشا بانك 89% من قيمته فيما تراجعت أسهم كومرت تسبنيك ثاني أكبر مصرفي ألمانيا بالنسبة 16% من المئة بعدما أعلنت مجموعة SVP Financial Group المصرفية الأمريكية عن تدابير لزيادة سئولتها إثر انسحاب عملاء منها نشرة انتهت هذه التسكرة بأهم العنوين التي وررت بها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توافق على منح العملاء المخصص لهم قطع أراضي سكنية صغيرة مغلة لاستكمال البناء قيمة بين الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا في فاريس وخطط للإعلان عن استثمارات تبادلية بين شركات من البلدين اجتماع الاثنين المقبل في جنيف بين روسيا والمتحدة بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية نشرتنا انتهت دمتم في أملنا